مرحبا بكم دشنا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية شيخ صباح الخالد الحمد الصباح المشروع السكاني لأعضاء السفارة الكويتية في هولندا وذلك بمعية عمدة مدينة فاسنيار يان هوكمة وسفير الكويت لدى هولندا حفيظ العجمي وتأتي زيارة شيخ صباح الخالد إلى هولندا في محطته الثانية ضمن جولته التي شملت ألمانيا تلبية لدعوة من الحكومة الهولندية وذلك بمناسبة مرور خمسين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وصل بحمد الله معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وذلك بدعوة من حكومة المملكة الهولندية وكانت زيارة معالي متزامنة مع ذكرى مرور خمسين عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين دولة الكويت والمملكة الهولندية هذا وقد استهل معاليه برنامجه بالتوجه إلى مدينة فازينار وذلك لإفتتاح سكن أعضاء البعثة الكويتية الدبلوماسية فيها وقد حضر الإفتتاح عمدة مدينة فازينار وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الهولندية وبعض الجالية العربية وأهالي المدينة كما نرى فهذه الملازل غاية في الجمال وهي مخصصة للعملين في السفارة الكويتية ونحن فخورون جدا أن القائمين على السفارة اختاروا هذا الموقع لبناء مساكنهم يعد هذا المشروع من المعالم البارزة في مدينة فازينار حيث يحظى بإعجاب العديد من أهل المنطقة رغم أن بلدتنا صغيرة لكننا في غاية السعادة والفخر أن نستضيف السفير الكويتي والعاملين بالسفارة هنا بعد الإفتتاح لبى سيادته دعوة السفير الكويتي حيث أقام سعادته مأدبة عشاء في مقر إقامته في لهاي وذلك على شرف معاليه والوفد المرافق له من مدينة لهاي لتلفزيون الكويت ليث العبيدي هولندا